أهلا بحراركم مرة تانية خلينا نشوف تريند الأهلي وآخر الأخبار اللي بتتعلق بالنادي من خلال الحسابات الرسمية على السوشيال ميديا ونبتدي بحساب يلا كورا على تويتر ولي بيتكلموا على أن خريطة استعدادات الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستري هتكون ماشية إزاي قالك يعني الأهلي نقل معسكره لمدينة نصر لكسر حتة الملل ده صحيح وكمان لقرب الفريق من ملعب السلام عشان مبريات الودية وآخرة هتكون يوم الخميس قدام طلع الجيش وده اللي احنا قلناه وقالك الفريق هتدرب صباحا في ملعب النادي مدينة نصر برضو هنا بصراحة بيأكدوا حاجة مهمة قوي بيأكدوا أن الموضوع أن الفرقة تروح مدينة نصر ده مش الشكوى من أرضية ملعب مختار تيتش لا ده عشان القرب من فندوق الإقامة نفس الكلام اللي احنا بنقوله أرضف كمان أن معسكر الفريق المغلق سنتهي مع مواجهة طلاع الجيش يوم الخميس يعني كل التوضحات دي احنا قلناها لحضراتكم لكن احب دايما يكون برضو الناس بتقول الحقيقة ايه بالضبط يعني في موضوع نقل لتدريبات النادي الأهلي المدينة نصر لان في البعض الاخر قالك أصل الأرضية بتاعت تيتش وكلام من دي احنا وضحنا جزئة دي وبرضو حاجة تحسب بيلا كرة بيتكلمه طبعا بشكل واضح جدا في الكصة دي طيب اليوم السابع سمع على تويتر بيقولك كولر يطلب من سامي أمصان تقريرا عن مشاركات لعاب الأهلي إلا دوليين ده طبيعي وانت عندك عدد من اللاعبين دوليين سواء مع المنتخب التونسي معلول المنتخب المالي ديانج منتخذنا الوطني الأول عدد من اللاعبين المميزين وأيضا في منتخبنا الأولمبي فانت أكيد بتتبعهم أول بأول بتشوف التقرير اللي تتعلق بكل لاعب فيهم خلال الفترة الحالية وفترة التوقف الدولي كمان في الجول بيكلمه على تصرحات المدير الفني الاتحاد المنستري وقال لك اللاعب الذي أخشاه من الأهلي ربما الفريق كله طبعا داركو نوفيتش ده المدير الفني السابق للفريق الجزائري اللي قابلناه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السنة اللي فاتي طوال يمكن خاص بالذكر يعني عدد من اللاعبين المميزين سواء قال لك بقى أنا ممكن أتكلم على تاول شحاية عبدالقادر أفشد يانج معلول الشناوي فقال لك تقريبا الفريق كله فريق قوي الرجل بيحترم جدا النادي الأهلي بشكل قبيل وأكيد النادي الأهلي طبعا بيحترم جدا جدا فريق الاتحاد المنستري في هذه المواجهة الصعبة هنروح لفاصل بعد فاصل